وحة ساحلية تجمع الماضي والحاضر باتت تستشرف المستقبل بمزايا تاريخية وثقافية وجغرافية انطلقت بلدية محاق طيف بمبادرة القافلة السلاحية أو الحافلة السلاحية هذه المبادرة التي تعزز جذب السياحي بالمحاوة وتم العمل عليها بالشراكات مع الجهات التي تعزز الجانب السياحي والترفيه بالمحافظة طبعا البلدية تعمل من عدة جوانب في موضوع الجانب السياحي تطوير الوجهة البحرية منها الحدائق والمتنزهات وكذلك النزول الريفية القطيف والتطوير أمسا توأمن لا ينفصل فالعمل هنا لا يتوقف من أجل تحقيق أهداف المحافظة بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمخطط الشامل لتطوير المحافظة ومؤسسة تطوير جزيرتي دارينا وتاروت تعمل بلدية محاق طيف على عدة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ما هي لا جزء من باكورا تعمل عليها بلدية محاق طيف من المشاريع الآن ما يقارب 12 مشروع تنموي بالنسبة للإنجاز تم العمل عليها بعضها ما يقارب 80% والبعض تم الانتهاء منها بمناطقها الساحلية والزراعية وأصولها التراثية وغابات المانغروف تسير القطيف نحو تنمية شاملة مستدامة ترفع من جودة حياة الإنسان وتدعم الناتج المحلي وتوجد فرص العمل تماشيا مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين فقطار التطوير يعمل على مدار الساعة في المحافظة التي تشهد قفازات نوعية على الأصعدة والمجالات كافة شادن الحايك الإخبارية القطيف